مشاهدين الساعة دلوقتي تسعى بتوقيت القاهرة معنا مع موجز الأهم من الأنباء تفضل يهلا شكرا منا التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان عدم تأثري توفر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة ووجود رصيد مطمئن منها مع اقتراب شهر رمضان المبارك كما وجه رئيس السيسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طن للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي بلانيمير بوتين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء وذلك تمهيدا لمسار سياسي يهدف لحل نزاع على أساس حل الدولتين وجهت الخارجية الفرنسية الشكر إلى السلطات المصرية على مساعدتها في إجلاء المواطنين الفرنسيين والموظفين وعائلتهم في قطاع غزة وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنت لاغ لوجونغ إن فرنسا تعمل مع شركائها لضمان الخروج الآمن لجميع مواطنيها وموظفيها وعائلتهم مشيرة إلى أنه على مدى خمسة أسابيع حشدت فرنسا كل جهودها لإجلاء جميع المواطنين الفرنسيين والموظفين وعائلتهم الذين يرغبون في مغاطرة قطاع غزة علنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت مجمع الشفاء بغزة وسط إطلاق نار كثيف وأشارت الصحة الفلسطينية إلى اندلاع حريق داخل قسم العيادات الخارجية في مستشفى الشفاء بعد قصف إسرائيلي استهدفها وبحسب شهود من قطاع غزة تدور اشتباكات عنيفة وقوية بمحيط مستشفى الشفاء من جانبه أكد البيت الأبيض أنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوا ولا يريد رؤية تبادل لإطلاق نار فيها في الوقت نفسه استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات ليلية لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منازل في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية وقوة اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال بمدينة غزة وكذلك بمحور جنوب غزة بذلك يرتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أحد عشر ألفا وثلاثمائة وعشرين شهيدا بينهم أربعة آلاف وستمائة وخمسين طفلا وثلاثة آلاف ومائة وخمسة واربعون أمرأة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا تعرضت لخمسة وخمسين هجوما خلال الشهر الماضي وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا السينغ أن الهجمات أصفرت عن إصابة تسعة وخمسين جنديا وتواجه القوات الأمريكية في العراق وسوريا تصاعدا في الهجمات منذ منتصف أكتوبر الماضي التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالطائفة الإنجلية برئاسة الدكتور القص أندري زاكي رئيس الطائفة الإنجلية بمصر وخلال اللقاء أعرب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية عن تقديره لدور الطائفة الإنجلية الوطني والبارز في جميع المواقف الوطنية التي مرت بها مصر فضلا عن دورهم المجتمعي البارز من جانبه أكد رئيس الطائفة الإنجلية أن الدولة لعبت دورا كبيرا في تقنين أوضاع الكنائس موضحا قيمهم بدورهم بتشجيع المواطنين بالمشاركة الإيجابية خلال الاستحقاق الدستوري القادم التقى رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمرشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة فريد زهران بالدكتور حسين بدراوي وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تبادل الطرفان وجهات النظر في المرحلة المقبلة ودار نقاش حول الرؤية المستقبلية لمصر وللانتخابات الرئاسية كما دار نقاش حول المبادئ الرئيسية والتوجهات التي يبني عليها فريد زهران حملته الانتخابية انتهى موجزة التاسعة وعودة لاستكمال باق لفقرات برنامج صباح الخير لمصر بعد الفاصل